اه تمام انا هبدأ الريكورد الوقت لان مش باين عندي اه لان انت الهوست يمكن اه فممكن تبتدي انت الهو طبعا انا شايف العدد العدد قليل اه سجلت يا بدأت التسجيل يا يوسف اه ايوة تمام اوكي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وسعيد ان انا ابتدي معكم الكورس ده هذا العام عن الكريتكال تينكينج ومعكم دكتور محمد لبيب سالم وانا بعتز جدا بطلبة طب اسنان واسنان طنطة بذات لان طب اسنان طنطة اه يعني بالفعل بها اساسة متميزين ومتميزات جدا جدا اه لو انتوا طبعا اول مرة تتعاملوا معي او تتكلم مع بعض فانا استاذ علم المناعة اه كلية العلوم اه جامعة طنطة اه ومدير مركز التميز لابحاث السرطان بالمستشفى الفرنساوي ورئيس مجلس الادارة الجامعية المصرية لابحاث السرطان وعضو مجلس ادارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اه طبعا الكريتكال تينكينج اه انا بعتبره من الكومن سوبجيكس سوبجيكس اللي هي اه انتر ديسيبلري بل حتى ترانس ديسيبلري بين العلوم وبعضها لانه فيري امبورتانت سواء كانت يومانيتز العلوم الانسانية او البيسيك ساينس او الابلايد ساينس زي طب بالاسنان قبل ما ابتدي معاكو هنقول بس سريعا كده ايه هو الكريتكال تينكينج باللغة اللي هي للبابليك يعني فلو عرفنا هنقول ان هو زا مود اوف تينكينج اباوت ايني سوبجيك ايني بروبلم ايني كونتنج فده اه يعني طريقة معينة للتفكير زي ما احنشوف دلوقتي ازاي بتبقى الطريقة دي اه طيب ده بيبقى سكيلفولي تينكس يعني مش اي تينكس سكيلفولي باستخدام مهارات محددة لاتر اون او لاتر ات امبليمانس ان انهارت زوس انتليكشوال صوت ابانزن يعني انت لما بتفكر بطريقة معينة مرة واثنين وثلاثة وتبقى بروغرامد انك تستخدم الكريتكال تينكينج في الستادي بتاعتك حتى بتتحول الى انها تبقى جزء من اللايف ستايل فبتبتدي تطبقها في امور حياتك اه كلها وده البيوتي اوف كريتكال تينكينج is not just specific subject او حتى لو درستو specific subject يعني عكس على تفكيرك في الامور الحياتية كلها حتى يتحول زي ما نقول implement يعني بتتمرسه وفي نفس الوقت انهارت انك انت ممكن جدا حتى تنقله يعني بيبقى جزء built in في شخصيتك وفي افكارك وفي معلوماتك اللي هي الانتليكشوال thoughts the best part of critical thinking اللي هو it improves the quality of thinking كلنا بنفكر ولكن ممكن بنفكر بطريقة فطرية ممكن بنفكر بطريقة فيها تحدي ممكن بنفكر بطريقة فيها عيناد ممكن بنفكر بطريقة negative ممكن بنفكر بطريقة positive اي ان كان طريقة التفكير اللي هي مش معتمدة على standardized way of thinking او على critical thinking بالتالي ممكن جدا يكون هذا thinking بتاعنا ما هوش بالطريقة الموصلة ممكن يبقى positive بدون ان ندري ممكن يبقى negative بدون ان ندري لكن الكريتكال thinking لا it improves the quality of thinking وتبقى عارف انت بتعمل ايه and why it has intellectual values كمان like clarity يبقى تبقى انت clear في فكرك sound evidence عندك evidence بتاعتك مش بتكلم كلام مرسل لانك بتعتمد على process معينة بتؤدي الprocess دي الى تستخدم evidence او تؤدي الى evidence a precision بتبقى precise في معلومات يا يوسف ايه اللي حصل ليه انا خرجت من الميتنج صحيح يا دكتور والله هو فصل مرة واحدة مش عارف ايه اللي حصل من عندك ولا من عندي لا لا من عند حضرتك حضرتك اللي خرجت لا ابدا ما خرجتش غريبة جدا طيب معلش طب ممكن تبتدي التسجيل تاني لو صبحت كورد تماما اللي كورد شغاله اوكي اه فا اه اه ارجع تاني لان ما عرفش على الفصل اللي حصل ده انه بيبقى فيه في منامنا ما عرفش على ففا Viran للقرppen بالذكاء التقرير اللي فاраф الو القرار والو في الح uncon Sav pass قرار صف انه لكaw الخوف كله حال顏 تعالي لا نيك إذا كانت بيبقى كلامك متوافق أفكارك متوافقة نفس السبجكت اللي انت بتكلم عليه متخركش في موضوع وتدخل في موضوع تاني فده بي program your mind program your inner thoughts إن هي تبقى كونسيستنت ديبس بيعلمك إزاي تبقى سبجيكتف إن تبقى أبجيكتف إزاي تبقى أبجيكتف في كلامك وباس بعمق ولايس بطريقة سطحية وبالتالي any thinking you are presenting everybody else will listen to you فده دبس of information الدبس of knowledge الدبس of techniques of methods البرتس بيبقى واسع مش مجرد ولكن في نفس الوقت كما قلنا relevant و precise and the fairness you don't attack you don't criticize anyone just to attack him or them or her no you just criticize the subject itself not the person النتا اللي بيكلم أو اللي بيقدم الفكر فبيخلي الإنسان fear enough أنه هو لما يكلم مع الآخرين أو بيسمع information medical information أو هو بيقول medical information أو في حالتكم مثلا أو science معين بيقراء أو بينقضوا لا بيبقى fear doesn't matter who you are talking to لكن what it does in subject نفسه وال material scientific material اللي انت بتتعامل معه ده باختصار شديد ايه هو critical thinking اللي هو mood of thinking و ايه هو سماته العامة و ايه significance بتاعته اللي ممكن تعود عليك انت شخصيا وممكن نجمحها هنا وممكن نسأل السؤال why is critical thinking important لو بصينا نلاقي five reasons مهمين جدا جدا عشان أو يبينوا لنا ايه critical thinking مهم كلمة critical معناها انك انت you criticize بس criticize يعني تنقض بس بطريقة علمية كما قلنا بتراع فير بتراع precise بتراع for good reason با evidence با clarity ده كلمة critical غامن هنا criticize thinking it's something about your thinking thoughts بتاعت افكارك انت او افكار الاخرين you can criticize even yourself criticize others لو كانوا افراد او مجموعات او team او طب why it is important اول حاجة helps to improve decision making لو انت هتاخد قرار سواء student او undergraduate student زي او post graduate student او staff member او physician او leader او manager في المستشفى بيعلمك لما انت بتبتدي your mind تاو to be programmed to use critical thinking tool لا دا بي او 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 improvement in your capability to decide you need to be objective you need to think for a good reason to be precise to be fair to think in depth using standardized way not just by chance random thinking مراد بفكر بطرأدي مراد بفكر بطرأدي this is not the way how leaders think how decision maker or decision makers think لا دي بتساعدك جدا جدا في to improve decision making لك تاخد قرار وقرار ما ابني على evidence مش بغض النظر ان هو يبقى قرار وفي الغالب بيبقى صائب it's somehow be right decision الحاجة التانية it enhances problem solving ability now انت عندك you faced a problem medical problem or scientific problem or social problem هتحلها زي فاي problem او دايما الحلول المع اللي تعتمد على الproblem بتبقى يعني حلها اقوى ولو اصعب لانك انت بتحدد الproblem لو ما قدرتش تحدد الproblem واسبابها انت بش تقدر تحل المشكلة و critical thinking بيوصلك الى not only the problem not only the reasons behind the problem لا دا بيوصلك كمان step by step لانه process زي ما نشوف دلوقتي process it's an active process دي بتفكر بخطوة يطلعك خطوة قدام والخطوة التانية يطلعك للتالتة وبعدين ممكن تاخدك الخطوة الجانبية وخطوة جانبية وانت رجعك الخطوة فبتلاقي نفسك step by step بتصل الى solution of your problem not only to define the problem لا جمان بتحل الحاجة التالتة refine your research skills لو انت شغال لا فيش حد خاصة الناس المتعلمين تعليم ايا كان التعليم بس بتكلم على التعليم الجميع عادة سواء انت بقى researcher or not لان ايا حاجة بنعملها في الدنيا it's based on research or search ان انا بعمل search او بعمل research ايا كان من هنا بتكلم على research وresearch skills بتعتمد على ما يسمى scientific method الطريقة العلمية في البحث العلمي اللي بتعتمد ان انا بسأل سؤال وبعدين شوف ايه الاسباب وبعدين بحدد المشكلة اللي هي problem القواتش الاول بعدين الproblem وبعدين ال causes of this problem وبعدين السؤال انا بقدم solution اللي بسميها hypothesis فرضية ممكن تكون right could be wrong بس اي need to test this hypothesis عشان to decide is it wrong or right بعد ما بعمل test للمشكلة وبعدين specific aim اللي هي الخطوات التنفيذية اللي انا احل بيها المشكلة ثم احل اطلع بنتائج ثم احل للنتائج ثم اعمل interpretation للنتائج ثم اعرض النتائج ثم اناقش النتائج مع الاخرين ثم انشر النتائج دي مع الاخرين ثم استخلص اهم النتائج واشوف هي ممكن توديني الى الى فكرة جديدة او انقلها انها تبقى apply ده بنسميها scientific thinking ده بيحتاج skills اللي انا بقوله الخطوات دي كلها فهنا الcritical thinking بيعلمك او بيريفين يعني بيخلي الresearch skills بتاعتك افضل كل مرة والcritical thinking it's a kind of practice when you practice every time you feel much better than before الحاجة الرابعة اللي هي polishes your creativity polishes يعني بيخليها more shine more يعني pride polishes your creativity زي ما بتعمله كود polish معرفش الاسنان بطريقة معينة او بطريقة واخر polishes your creativity everybody has some kind of creativity اي ان كانت الكرياتي دي اي ان كانت الكرياتي اتهمه بعض بعض زي ما بقولك ده فاذا مهمة اوي اوي ان الناس اللي عندها creativity او اللي مش قادرة تطلع عندها creativity وما تعرفهاش لما تستخدم tools of critical thinking by the time تقدر تكتشف to discover الكرياتي دي لو هي مش عارفة هي كرياتي في ايه لكن لو هي عارفة لا هدا هي حسنها اكتر اخر حاجة من الخامسة stimulates curiosity curiosity ليه حب الاستطلاع ففيش حد فينا خاصة الناس اللي بتشعال في الكليات العملية عندها حب استطلاع دايما بي investigate something فبتدفع عنده حب الاستطلاع لمعرفة ايه جوه something دايما يكون tooth ايه واحدة وبتشوف هي مكونة من ايه وبتتكون من ايه والخطوات بتاعة التكوين ايه وايه الخلايا من اول بقى stem cells الحد ما يتكون الcomponents بتاع tooth كلها الانامل والاخر وازاي بتاخد الشيب ده وليه هنا بتاخد الشيب المورال بياخد الشيب ده لا والانسيزر بياخد الشيب ده ده حتى لو انت في سنة اولى بتبتدي تفكر بطريقة كريتكال دايما تسأل اسئلة لان هو كريتكال سينكينج اسئلة بس بخطوات معين ده بيخليك يتشعر بكريوزتي اكتر بحب استطلاع غير الباسف الباسف لارنينج او خلاص بتشوف الحاجة وتحفظها لكن لو عندك كريتكال سينكينج وجربوها انت لو بتقرأ اي حاجة ودايما بتقرأ بطريقة فيها كريتكال سينكينج زمان شوف بتلاقي نفسك حتى بيساعد الناس اللي هم ما عندهم ش قدرة على الحفظ بسرعة يخليهم يستوعبوا المعلومة وتبقى عميقة جواهم وما ينسوهاش لان هم يعني ساعلوا كل الاسئلة حواليها لحد ما هم فهمينها تماما ومدركين ابعادها كلها دي يمكن كانت اول سلاهيد عايزة اقولهلكو عشان تعرفوا الimportance of critical thinking حتى لو انت طبيب you need to know steps of critical thinking ايهو على الاقل critical thinking انك انت تت program yourself انك انت تت think critically and observe critically and discuss critically and present critically and criticize yourself before to criticize others criticize your own writing and your own deed اللي هي الاعمال بتاعتك your own product before to criticize others this is the beauty of critical thinking يمكن لو اديتكم محاضرتين كمان ولا حاجة اتمنى دي اللي هنتكلم فيها introduction سريع عند الوقت وبعض المعلومات عن الكريتكال thinking والكرياتي thinking لان في خط رفايع ما بين لو بصينا على الكريتكال thinking community العالم من يعني القدماء المصريين الحضارة المصرية كنت مبنية على الكريتكال thinking وعلى writing this thinking كانوا بيسجلوا اي حاجة بيشوفوها يسجلوها وبعدين يبدو ينقشوها باسئلة مختلفة وبعدين يسجلوها على الجدريات المعابد والاخر عشان كده وصلت لنا حتى الان وطبعا ده يحتاج اللغة بتاعت واسناء ده كذلك كان في الحضارة الهندية كان في الحضارة البابلية كان في الحضارة الفارسية وبعد كده جاءت الحضارة الصينية وبعد كده الحضارة الرومانية ثم الحضارة الاغرقية لحد الحضارة الإغراقية اللي هي اليونانية يعني كان موجود بطرق مختلفة وبدليل أنه أدى إلى حضارات كبيرة جدا ودي مش هندخل فيها طبعا لكن يمكن أقول لكم على ثلاثة كان كل ثلاثة فلوسفر اللي هو أول واحد اللي هو وطبعا كلهم قبل الميلاد اللي هو أفلاطون ثم جاء بعده تلميزه سوكرات اللي هو في الوسط ثم تلميزهم بقى التلميز الثالث اللي هو غير بقى واللي هو أثر في التاريخ حتى الآن اللي هو أرستو الفرق ما بينهم كلهم كانوا سنكر وكلهم كانوا بيفكروا وكلهم كانوا بيستخدوموا الكريتيكالسيجيج بس كل واحد بطريقة تختلف عن التاني تمام مش خط في الموضوع بس يمكن أفلاطون كان بيفكر بطريقة خيالية سوكرات ابتدى يفكر يسأل يجاوب على السؤال بأسئلة يعني أنا مثلا بسأله سؤال معين هو اللي هي البيضة بتاع التشيكن لها الحجم ده بالنسبة لحجم التشيكن نفسها حجم الميضة بالنسبة لحجم التشيكن هو مش هيجاوبني لا هيسألني أسئلة أخرى فيقوم يدفع السائل إلى إن هو يفكر معاه لحد في الآخر إذا جاوب السائل جاء أجاب إذا لم يجب هو بيجاوبه سوكرات فده كان مدرسة فلسوفية بتعتمد على الإجابة على الأسئلة أو على السؤال بأسئلة نوع من أنواع وبعدين المدرسة دي كانت ما بتغص في في الـ في الـ في الـ في الـ أو في الكون أو الأخوك لا ما أعتمد فقط على الـ الكلام ثم جاء بعد كده تلميزه تلميز سوكرات اللي هو أريستو ده كان مبدع والعلم الإسكندر المقدوني هو كان أستاذه يعني اللي هو جاء مصر طبعا وأريستو جاء مصر فده كان بيفكر بقى بطريقة أبعد بكثير ممكن نقول بينطبق عليها أو يمكن هو هذا الرجل هو بداية الـ لأنه مش كان بيجاوب على السؤال بسؤال أو أو بمالحوظة أو بمعلومات لا ياخد اللي بيسأل ويمشي معاه ويبتدي يطبق على أرض الواقع ويربط الحياة بالسؤال والإجابة حتى عمل مدرسة اسمها المدرسة المشائية معنى أنه كان بيمشي وسط تلاميذ يعني في جنينة كبيرة كده ويبتدي يسأله الأسئلة ويجاوب عليها هو يعمله حوار بس بالربط بالواقع سواء كان جماد أو نبات أو حيوان أو أي شيء حسب السؤال أو النفس البشرية حسب السؤال فإذا الموضوع الـ كريتكال سينكينج ده بعيد جدا يعني وابتدى بقى أغسطو الثقافة نشأ مدرسة من الفلسفة الناس التبعتها حوالي ألفين سنة أو بالضبط ممكن حوالي ألف وثمنمائة سنة لحد ما بدأت تتغير شوية بشوية بس ده مش موضوع نان ولكن ما زالت فيها أموه السابتك فلو جينا نتكلم بقى على الفرق ما بين الكريتكال سينكينج والكرياتيب سينكينج تعالوا نشوف الأول المؤلف مهم اسمه ستيفن بروكفيلد قال إيه على هذا الموضوع لما جي تكلم على الديفيلوبينج كريتكال سينكينج الناس اللي هي بتفكر بطريقة كريتكال هو أرى كتير في هذا الموضوع سايت فرايتي أو ريسيرش اللي هم تكلموا على الكريتكال سينكينج الناس اللي هم الباحثين اللي اللي دارسوا الكريتكال سينكينج والكرياتيبتي و و و وابتدى هو ي يلخص أو يشوف هل في فرؤات في التعريفات هل في فرؤات في الاندرستاندينج وأرنطنا بين الناس اللي دارسوا كل الكلام ده أوكي وبعدين لقى ان في حاجات كامن يعني أو سأل سؤال what are the commonalities between كريتكال سينكينج and كرياتيب سينكينج أنا هسألكوا سؤال انت ايه تصورك انت الفرق ما بين الكريتكال سينكينج والكرياتيب سينكينج كريتكال و كرياتيب انه اللي يؤدي الى التاني ولا ما فيش علاقة ما بينهم ولا الاتنين حاجة واحدة أوكي مع ان يعني اللي شوفهم نقولك ده تقريبا هم عكس بعض لانه واحد كريتكال يعني التنقض والتاني كرياتيب يعني بتضيب فطبعا التعريف بتاع الكريتكال سينكينج ابسط كلمات هو about evaluation of ideas يعني عندك ايديا انت بتعملها ايديا هل الايديا دي wrong هل هل right هل simple هل deep هل beneficial هل has nothing to do with life whatever your evaluation is بتحط مجموعة من الاسئلة وبتدي تعمل evaluation للأيدي بتعبك عندك medical observation بتبتدي تعملها evaluation عندك medical information بتبتدي تعملها evaluation عندك research based on medical observation لقيت لقيت مشكلة طبية وعايز تعمل على research أو حتى search search انك تجمع معلومات research انك تستخدم المعلومات تعمل search الاول بعدين تعمل experimentation بتاعتك فسواء search أو research you need to evaluate الايديا بتاعتك عشان تبتدي تشتغل عليها اما creative thinking is about expansion of ideas خلاص انت عملت evaluation يبقى يجي بعد كده بقى انا اعمل لها expansion اوكي ان انا ابتدي اجودها يعني بمعنى الصح ده الفرق الكبير ما بين critical انك شغال على الايديا نفسها انك بتعملها evaluation بعد ما تعملها evaluation you can expand it وتجود عليها بتزود او تقلل او اول اخر فدي اسمها creative thinking طيب اللتريتشر بقى مليانة بتعريفات كتير جدا the literature is quite comprehensive on critical thinking and creative thinking وانا دايما بجيبهم مع بعض لانهم مرتبطين ببعض اذا نشوف ناوحد بتكلم على الايديا بيعمل لها evaluation والتاني بيعمل expansion او very little agreement among authors on definition اما تيجي تشوف اواريكم دلوقتي definitions كتير جدا على critical thinking تلاقي كل author عامل paper او كتاب بيكلم عن critical thinking تلاقي هو المعنى الى حد ما قريب من بعضه لكن definition ما فيش very ما فيش fixed definition تقدر تقول انك تستخدمه في كل الحالات وده which is يعني it make sense مع الموضوع لان critical thinking اساسا زي ما احنا قلنا هو يعني انتك بتنقض موضوع معين evaluate موضوع معين فهو صعب انك تجيب definition يعني واحد كل الناس تقول in a way يبقى بنقول very little agreement among authors on definitions of what they are and most of the scholar research is comprised of quoting one another لحد ما بعد definition اللي هي مرتبطة بالsubject بتاع لكن Brockfield سنة سبعة وتنين defines حاكتين اتنين define الاسpects of critical thinking والcomponents of critical thinking دول the most important والناس كلهم توافق عليها الموضوع عديم وتوافق علي ايه هي الfive aspects of critical thinking اول حاجة انه هو is a productive and positive activity never think about critical thinking as a negative activity no it should be from A to Z positive يعني انت بتدخ بروسس كلها positive either for yourself or for others it doesn't matter و productive يعني دايما تؤدي الى يعني الى next step critical thinking رقم 2 is a process not just an outcome outcome يعني النهاية الموضوع يعني النتيجة وال significance بتاعت لا critical thinking you are not looking for a specific product by the end of your process no it is just a process based on asking questions based on criticizing questions based on getting additional information whatever you are doing it is a process not just a product في نهاية infestations of critical thinking vary according to the context in which it occurred وده it makes sense لأن مثلا medical doctor تختلف عن engineering تختلف عن writer تختلف عن lawyer تختلف عن whatever بقى researchers لكن ممكن أكتر ناس بيستخدموا critical thinking researchers والstudents لأن الstudents أنا عرف طبعا ده صعب جدا لأنه لكن المفروض أنه هو الstudents دائما بيستخدموا critical thinking عشان to understand biology على سبيل المثال الناس اللي يبتيد بيولوجي to understand medicine فلازب تستخدم critical thinking في طول واحدة لكن لحد كبير بيعتمد على وهنقول برضو بيعتمد على context ما هوش حاجة عامة تقدر تطبقها على ده وده وده لأنه في زي ما هقولوكم كمان شوية في emotion مش مجرد يعني process وبس رابع حاجة critical thinking is triggered آه آه جاية جاية is triggered by positive as well as negative events يعني لو أنت في idea معينة معروضة عليك وأنت زميلك عرض عليك أستاذك عرض عليك المستشفى عرضت عليك أنت عرضتها لنفسك وبدأت أنك تتعابل معه بطريقة critical thinking أنت ممكن جدا يبقى في معلومات عندك معكسة لها negative فتتأثر بها ممكن يكون emotion حتى الإنسان اللي قدامك أو emotion بتاعتك ممكن negative تؤثر في أو positive إذن كل الفاكتور سواء كانت positive أو negative بتؤثر في critical thinking how you deal with the idea by your own way of critical thinking وعشكد كده مرتبطة بالأبلغ رقم 3 هو context كل context positive والnegative بتاعته بتختلف آخر حاجة أن critical thinking اللي أنا كنت بقولها لكم من شوية is emotive as well as rational يعني emotive يعني بيتأثر بمشاعر الإنسان بيتأثر بانطباع الإنسان وطبعا الانطباع ده ممكن يبقى لحظي في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها بقيم فيها الأيديا وممكن يكون تراكمي من قبل كده وممكن يكون بقى يومين ممكن يكون بقى لسنة ممكن يكون حاجة chronic عندي يعني الاموشن ده chronic أنا depressed ولا أنا بحب الموضوع ده أو أنا ضده أو أنا متأثر برأي حد تاني أو acute لسه جاي قريب فأكيد بيؤثر وفي نفس فما نقدرش نهمل أبدا أنه emotive لا هو emotive لكن في الأساس rational هو ده الأساس rational يعني مبني على عقلاني مبني على steps على wisdom مبني على thinking مبني على process of thinking مش مجرد يعني يعني ممكن أنا ما أقدرش أقول نسبة الemotion إلى rational قدي لكن ممكن أقول على الأقل 75% rational وال25% more or less يبقى emotive دول ال5 aspects of critical thinking you have to consider before to start any critical thinking طبعا إحنا كلنا بنعمل critical thinking سواء بندري أو لا ندري ولكن ده مختلف أنا ضد تماما أن الإنسان كلنا بنعمل حاجات كويسة بس أحيانا بنعملها من غير قواعد من غير معرفة سابقة الإنسان هي الإنسان التي تدين القواعد عشان نحن نعمل هذا لأنه يجب نعمل كذا وبالتالي هذا يقلل الإررار ويقلل المستيكس بتاعتنا في الحياة وفي التعامل مع الآخرين وفي العمل طيب نيجي الحاجة الثانية اللي هي four components of critical thinking ايه أربع أمور أساسية أول حاجة identifying اللي هو critical thinking يعني identifying and challenging assumptions central to critical thinking يعني في الأول أول عشان تيجي تتناول idea من critical thinking زي ما قلتلك في الأول المقدمة لازم يبقى عندك assumptions معين عندك افتراضية عندك hypothesis عندك مشكلة عندك موضوع محدد انت challenge you وبالتالي هتبتدي evaluate it لأنه لو حاجة simple حاجة يعني خلاص فأنت بتدور دايما على something it works to challenge you and it works to to do critical thinking وليزم يبقى عندك فرضية عندك سؤال كبير عندك مشكلة كبيرة عندك whatever it is بس لازم يبقى فيه موضوع محدد وموضوع مهم مشكلة وموضوع تاني حاجة challenging the importance حددت خلاص الassomptions بتاعك لازم بقى تبتدي تحدد هو important or not فلازم challenging the importance of context is crucial to critical thing فهنا importance أو significance of the context اللي انت بتاعك اللي انت بت وليكم مثلا عندكم في الاسنان مثلا في ظاهرة جديدة مثلا أنا بدي just an example يعني ان التساوس الاسنان بيزداد في منطقة معينة بعينها أو في قرية معينة بعينها دون القرى الأخرى بنفس النمط طب وعند السن معين بيبتدي يعني التساوس ده عند السن معين طب ايه السبب ده assumptions طب ايه importance بتاعه وبعدين ابتدي على رقم ثلاثة اللي هو critical sinkers try to imagine and explore alternatives يبتدوا يفكروا ازاي ان هما يحلوا ولو الحل ده ما طلاش يبع عنده plan B و plan C و plan D بس يكون plan A اقوى من plan B و plan B اكبر من plan C وعشان يصل الى ده لازم يكون عنده اسباب لازم عنده tools لازم عنده techniques لازم عنده budget لازم عنده research team لازم يكون عنده حاجات كتير جدا materials فاذا critical thinkers اللي هو try to imagine and explore alternatives alternatives اللي هي حلول البديلة حل والحلول البديلة بتاعت للمشكلة اللي انت حددته في واحد اللي لها importance في رقم ثم رقم اربعة الاخيرة imagining and exploring اللي انت وصلت ليه في 3 alternatives leads to اللي بنسمي رفليكتف skepticism اللي هو النقد البناء اللي هو النقد اللي بينعكس بالايجابية على الموضوع يعني حتى افترضنا انك وصلت لplan A وplan B بلاش C وD وE طيب خلاص you imagined وعدت تفكر وعدت تسأل اسئلة وبعدين وصلت للحلية حل A ولو ما حصلش هتبتدي تستخدم حل B alternative اللي هو بلان B طيب تبتدي تنقد بقى حلولة كانت لانه ممكن ما تقول هم افترضنا لهو ما اشتغلش بلان B حتى طب ما ممكن ما يشتغلش عشان A B C طب ما ممكن يبقى يشتغل بس ما يبقاش effective because of كذا 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 وتبتدي تخط يعني interpretation based on لي مش للنتيجة لا لعدم دوس النتيجة بس بطريقة بناء بحيث انك انت تجد دايما الحل فتلاقي نفسك دايما بتفكر بطريقة positive not negative انك دايما بتجد حل دايما بتسلم طبعا عشان تجد حل يا اما بتستخدم your own information your own knowledge your own skills your own courses اللي انت بتدرس your your supervisor your teacher your dad your whoever هو يعني ممكن الميديا ممكن group ممكن consultant ممكن role model بتاعك بس في النهاية انت بتفكر دايما عشان الحل ال assumptions سواء it's yours or your brothers or your friend or your colleague it doesn't matter وهو ده اللي احنا بنطلبه من critical thinking ان العالم يتحول الى عالم ايجابي حتى لو كان بينقض الاخر اللي هو عدو ينقضه بطريقة ايجابية مش مجرد ان هو عشان عدوي او عشان واحد compete معايا في الدفعة او عايز اطلع الاول او عايز دكتور شاطر نو don't do that لان when you use critical thinking you are the first one who win the relationship لانك ينطرى عقل fair ويكفي جدا ال dignity بتاع الانسان والself satisfaction بتاع الانسان انه يبقى حاسس انه fair يكفي دي اهم من money اهم من reputation اهم من اي شيء فدي بتحققها الجزء الاخير اللي هو انك انت leads to reflective skepticism فاذا لو بصينا لل four components of critical thinking هن لهم كلهم ماشيين بال يعني نقول ايه up down والup down ده بيخدم القضية في الاخر identifying and challenging assumption ركم اثنين الimportance بتاع ده في الcontext بتاع مش اي حاجة مش الimportance على وجه العمو لا في الcontext بتاع وبعدين الimagination والalternatives الحلول البديلة ثم الحلول البديلة دي تساعدك على reflective skepticism اللي هو النقد البناء او نظرة البناء في التفكير اتصور كده يبقى الخمسة aspects of critical thinking مهمين جدا نرجو علوم تاني اللي هو productive وبositive انه process not an outcome it's a long process not defined يعني خلاصة امتا انتهى امتا no it's you cannot tell sometimes ثالث حاجة انه هو حسب الcontext اللي هو اهميته او المنفسيشن بتاعه حسب الcontext اللي انت بتشغال فيه او الsubject بتاعك او القرص بتاعك او العمل بتاعك وانه هو ممكن يتأثر او مش يتأثر triggered يعني ممكن triggered يعني ممكن تبتدي عملية critical thinking بحاجة سلبية ده ممكن شفتي ظاهرة سلبية معينة اين كانت او معلومة سلبية او او الاخر ممكن جدا او اشعة او whatever it can triggers your brain to start critical thinking او positive وهو ده الطبيعي طب اي كمال انه فيه جزء emotion وفي جزء rational دول ال two slides مهمين جدا هاختم لكم النهاردة ببعض definition of اللي هي critical thinking وانا ممكن اقرأ معاك ونقرأ سوى اتنين او ثلاثة بكتير والباقي موجود معاك ابعت يوسف المقادرة الدالك the ability to analyze بس عشان يعني نشوف مع بعض الفرؤات وانت ممكن please يعني it's your assignment today or tonight انك انت تعمل three definitions of critical thinking by your own words يعني تقعد كده مع نفسك وتكتب definitions بعد ما تقرأ definitions دي والبوضوع يعني يكون استوعبته شوية عرفت يعني critical things والaspects بتاعته والcomponents بتاعته والأهمية بتاعته فتبتدي تكتب بس based on your context انت كطالب اسنان طالب تبقى اسنان انا مش عارف انه ناس انتو في سنة كام يوسف نا مستوى تاني مستوى تاني فالمفروض انتو يعني ان ميدوي من التخرج فعندوكو البيسيك وعندوكو سام هاو الكلينيكال فممكن تبتدي تكتب ال definition by your own words يعني تقفل ده وتبتدي تكتب وانت وطفر الاولاني definition الاولاني اللي عمله chance سنة 86 في المقالة بتات the ability هو كان بيكلم يعني على critical thing النقب دي معناها كان بيكلم على critical thing the ability to analyze the facts generate and organize ideas بساعدك انك انت تولد more ideas وت organize it مع بعض related ideas مع بعض وال close ideas مع بعض وال far ideas وهكذا defend opinions يعلمك ازاي انك انت تدافع عن رأيك انت او رأي الاخرين make comparison تقدر تستطيع compare المسود بتاع لبيب محمد لبيب مع المسود بتاع سالم او مع my opinion في ال vaccine A مع vaccine B against مثلا virus معين او bacteria draw inference ان انا ابتدي يعني افكر بطريقة ابافة مستقبلية evaluate arguments ان انا لو حد لو انا حاضر او انا مشترك في arguments مع حد اللي هو بيسموه الجدال او الجداليات بقدر اعمل evaluation للموضوع وطبعا اهم حاجة solve the problems اللي احنا قلنا الهمية الرئيسية من ضمن الخمس significance ل critical thinking هو solving problems فدا definition قويس او بصراحة the ability to analyze facts generate and organize ideas defend opinions make comparisons draw inference evaluate arguments and solve critical thinking حقال definition تاني بتاع تام التساو تمانيين او الطريقة of reasoning that demands adequate support for one's belief and unwillingness to be persuaded unless support is forth involving analytical thinking for the purpose of evaluating what is read كل ده يعني ممكن اه لا ده معلش التالت ده بتاع هيك اللي هو involving analytical سيبنا من ده لكن التاني لما نقرأ تحس له كلام ايه كويس بيعكس المعنى بتاع definition الاوليان فانا بميل دايما احنا كناس اكاديميين لي definition اللي هي تبقى ولها ابعاد فالاولاني انا myself but this depends on you وده ممكن يرجع كل واحد فيكو تاني هو بيميل لنه لكن انا بتكلم على اساس ان احنا ناس اكاديميين facts ideas opinions arguments انما تاني او تاني بتكلم more psychologically تالي با involving analytical thinking for the purpose of evaluating what is read يعني برضو دا كويس بيكلم على في حالة انك انت بتقرأ حاجة فتستخدم analytical thinking انك تعمل evaluation لانت بتقرأ دا it's okay بس still بالنسبالي انا رقم واحد is good تاب الرابع to interpret or evaluate information يعني انك انت بتعمل بتفسر وتقيم information and experiences with a set of reflective attitudes and abilities that guide thoughtful beliefs and actions برضو still انا i consider this definition as a kind of general one not like the first one الرابع reasonable reflective thinking focused on deciding what to believe or do يعني برضو still لكن عشان كده انا حطط الاولاني اللي هو بتاع chance رقم واحد وانتو بقى تقرؤ الباقي هتلاقوا الباقي برضو في حاجات ممكن تبقى more specific وحاجات more يعني general فهسب هالكو ده وانتو ال assignment التاني ان انتو حضراتكو تقولوا من definitions دي ايه اكتر واحد انت مقتنع بي and why based on your context as a medical as a dentist future dentist ايه هو the most proper one for you and why as a future dentist اخر حاجات اختم بها 3 slides يعني اللي هي tools of critical thinking وكلنا بنعملها يعني في قاعدة بتساعدنا في تفكير النقد اللي هو critical thinking دا اللي هو قاعدة five w's and the h عارفينها five w's معروفين اللي هو ايه ال what او الوحدة تاني وحدة why ثلاثة وحدة اللي هي where رابع وحدة when خمس وحدة who وبعدين h اللي هي how دون the five questions we need to ask when you evaluate idea when you evaluate opinion when you evaluate argument when you think about elaboration of whatever what انت بتحدد انت عايز تكلم عن ايه او تعمل ايه او تسمع ايه او بتغير الاكشن بتاعك البروسيس بتبتدي من هنا اللي هو ال what بعد كده why اللي هو اللي بعمل ايه السيجنيفكاس ايه امبرتنس ان انا اعمل ده ايه اللي خليني اعمل كده why ايه السبب اوكي ان انا اعمل الاكشن ده رقم ثلاثة when هعمله امتى ممكن when or where تجي في الاول بس عادة بيبقى يعني where الاول where هعمله فين هل هعمله مع نفسي هعمله مع الاخرين هل هعمله على مكتب في مكتبي هعمله في المستشفى هعمله مع كتاب هعمله مكتبة هعمله وانا راكب هعمله وانا في مجموعة هعمله you need to يعني come up with a very specific location طب هتقف عند كده تحدد المكان ما انت ممكن تحدد مكان ايه ودي وسي ودي لا لازم بعد ما تحدده تقول why يبقى اذا why مش رقم اثنين وبس لا بنجيبها بعد where ليه هعمله مع مجموعة مجموعة الطلبة بتاعتي لانا لو انتوا في مجموعة طلاب يعني ليه اعمله مع المجموعة دي وليس المجموعة دي ليه اعمله مع الطلاب وليس مع استاذ لازم to justify everything critical thinking is about to justify whatever you do or whatever you ask طب خلصنا من where طب وين هعمله امت هعمله now or tomorrow after one hour after two hours after one year after a month طب حددت ان انا هعمله tomorrow morning at 7 a.m طب why tomorrow at 7 a.m لازم تدي justification justification هنا بتساعدك في انك انت تبقى متأكد من الحاجة اللي انت بتعمله انها right انها positive مش مجرد اه انا اسلام انا فاضي بكرا الساعة السبعة تم انا اعمله تم اتب مش عارف ايه وعلى فكرة هقول لكم تطبيق على الموضوع ده بعد ما خلص الاخر W وبعدها ال H يبقى خلصنا when بعد كده هو من اللي هيعمل ده هل انا اعمله محمد لبيب ولا دكتور محمد لبيب ومعه بروفيسور فاتن مع طالب يوسف في جروب كده مع بعض اوكي حددت المجموعة دي طيب برضو هقول ايه why why this group why بروفيسور لبيب why بروفيسور وليد why student يوسف لازم يبقى justified عشان انت يعني someone argue about اللي انت بتقوله او اللي انت كذبه تقوله justification بتاتي فهنا لو لاحظنا نلاقي من اول W رقم اثنين حتى W رقم خمسة بنستخدم Y رقم اثنين Y لوحدها على subject كله على context كله على assumptions كله وبعدين Y مع each action بعمل where when who وبعدين يبقى عندي H ال H دي مين اللي هاو هعمل الكلام ده ازاي هعمل الاناليس دي ازاي هقر ازاي هكتب ازاي هشتغ عمل التكنيك ده ازاي هعمل الترينيج ده ازاي لو افترضنا انه الترينيج على tooth implant هعمله فين الترينيج ده ازاي الترينيج هل هجيب حد يعلمني في المكان اللي انا فيه هل هروح هجيب شركة خاصة هجيب مستشفى هجيب ادوات جديدة هروح برا امريكا هروح هنا you need to define how you are going to be trained for implant okay tooth implant طيب برضو why لو انت حددت ان انا هعمله في امريكا why ليه امريكا وليه المكان الفلاني كمان في امريكا وليه الشخص فهنا ال 5W and H بتخلي to use everything in your mind and around you in other mind to come up with a very specific plan very specific roadmap very specific answer to each question very specific action ل assumptions اللي انت هتعمل وانا هقول لكم مثال سريع بيجيلي طلاب انا بشتغل في drug discovery وanti cancer immunosherapy ده مدرسة العلمية كلها على هذه الامور فيجي طالب يقول انا عايز اسجل معاك دكتور محمد اعم الماجستير او دكتوراه طب عايز اشتغل في ايه حبيبي عايز اشتغل في drug discovery طب في ايه في drug discovery والله انا عايز اشتغل على نبات مثلا الحلبة واشوف تأثيره انا بديكم مثال يعني على الكوركومن على الانتي كانسر طب ليه عايز يستخدم ده والله اصلا اسمعت انه هو كويس وفي مواد ممكن تموت الكنسر تبلغ الكنسر ده مش التاني ولا التالت والله والله اصلا ده هو ايه يعني معظم الناس بتشتغل عليه فكل ما اسأله سؤال عن طريق الكريتيكال تينكين اطبع عليه قاضة الكريتيكال تينك اللي مش عارف عندوش ريشونال هو عندو اموشن انه يشتغل في الكنسر دراك ديسكوفري دراك ديسكوفري اجين السكن اللي هي جزء الرقم اربع اللي كن قلنا عليه اللي هي الكمبوننس اللي هي اموشن اند اموشنال ما فيش اساسا كريتيكال تينك فابتدأ اقول له لا انت لازم تقول لي ليه المادة دي النباد ده مش ما انت عندك الف نباد تاني مش معنى ده وكلهم بيحتوى على موال طب ليه 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 وطبق معل لحد يرجع تاني بعد اسبوع يتلاقي جاي بكل المعلومات وهو بقى اقتنع بالموضوع وابتدأ يبدع فيه وابتدأ يحط يطور في الفكرة وابتدأ يخليها تبقى مور ترانسليشنال ومور بنيفيشيال مش مجرد حاجة في الدماء ورغم انه هيصرف عليها فلوس وهي اخد ويقض وقت افورت ووقت ماني افورت انتاين سري فاكتورز سري فيري كريتيكال فاكتور على سامسنك دفاين why and the importance of why and يمكن الابوريت بقى او يعني يعمل يزود على الاسئلة في قاعدتين كمان صوات سوزة متعمل اي حاجة حتى انت بتكلم اخوك ولا اختك ولا طفل ولك صوات يعني ايه يعني بعد ده يعني ايه ايه القضية ده سؤال متجد تستار الكريتيكال تنك تنك تحتاج تسأل تسأل صوات طب لو عملت الخطوة دي وصلت لها طب صوات هتعمل تشالنج تشالنج انك انت تبتدي تقف امام نفسك وتفكر وتجمع مور انفرميشن وتعمل مور ستبس سينك ثم تسأل نفسك سؤال ثاني سوزة اللي بعد كل خطوة صوات دي ممكن والألترنتب سوليوشن أو بلانز دي وخابط نفسك سؤال طب صوات يعني ايه يعني بعد ما عمل كل ده تبتدي لقي نفسك بتفكر بطريقة اقوى واعمق واعمق بكتير وتلاقي اللي انت بتفكر فيه او الايديا اللي انت بتعملها تلاقيها بتزداد عمقا وتزداد قوة وتزداد حتى ياخذ في المعارك الحربية نفس الكلام نفس الكلام حتى لو انت رايح تدرس برا تاخد مستر او بي اتش دي او تعمل بورد او بتاع بتلاقي نفسك لو مشيت بالطريقة دي رايح تخطب حتى رايح تخطب لواحد رايح تعمل مشروع تعمل اي حاجة فكرت بطريقة الكريتكال وستخدام ال 5 وستخدام الصوات والسوزات ان انا هعمل الاستبدي سوزات هعمل الاستبدي سوزات ستيب 2 فريشونال ما اقدرش خطي انا ما يبقى فريشونال اذا سألت نفسك سوزات اخر سلايد النهاردة في محاضرة النهاردة هو الادفانتج كريتكال سكيلز لو انت طبعا ما اخدناش سكيلز بسنا بتكلم يعني شوية السكيلز اللي انا قلتنون كل بايسك سكيلز لا دي بتساعدك في برضو خمس حاجات في النهاية اللي هي الادفانتج بتاعي اول حاجة انهانس كرياتيب كلنا كرياتيب لكن بالصدفة او يعني بطريقة مش صندر ضيب لكن لما دايما في قاعدة انا سمعتها انا وقربتها بنفسي وسمعتها من حد يعني متخصص قال لي انت لما تعمل الحاجة مدة واحد الاكشن مدة 21 times في نفس الوقت ونفس المكان وبنفس الاسلوب لمدة 21 times بسيط طريقة متتابعة ولا ما فيش فيه discontinuation متتابعة على طول بتتحول من اكشن الى مود اف اكشن ببنع صحة بتبقى موخف بروجرامد انه يعملها بطرية تلقائية حتى لو انت بش حاسس انت بتعمل فلو انت your mind is practiced to do something for 21 times هيبقى بروجرامد انه يعملها بالظبط زي اللي بتعلم السوق في الاول بعد كده بيبقى الاول الان ومش عارف ايه وبعد كده يتعلم مرة واثنين نفس الكلام بتزداد جدا جدا لما تعمل critical thinking لان creativity is something based on critical thinking يعني لان احنا قلنا في الاول انها انك انت تأمبليمت انما انك انت يعني evaluate ال idea نفسها انها توصل ال idea بقى تبتدي تشتغل عليه تاني حاجة improves relationship مؤكد كل حد فينا لو استخدم critical thinking مع الناس هيبقى fair ولما يبقى fair ويبقى precise ويبقى objective ما ينقلش الناس وخلاص هيلاقي العلاقة ما بينه ما بينه الناس كلها سواء في الكلية او في البيت او في الشارع او في المكان هكري حد distinguished حد عقلاني ريشوني حد يتميز بالحكمة وهتلاقي الليدرشيب طبعا بتاعته زدادت جدا وبقى زميله شايفينه مختلف صورته شايفة مختلفة اساسيته شايفة مختلفة فالريليشنشيب هتتحسن جدا لانها مش بايز بتعتمد على fairness او ان هو fair تالت حاجة انا ماشي من تحت الفوق طبعا تالت حاجة اللي هي البرود رينج اوف كاغنيتف لرنينج تا عندك كلنا مولودين بي حاجات امور كاغنيتف جدير جدا اللي شاطر في الرايتينج يعني انا مثلا انا من هويتي وانا صغير ان انا اكتب قصص قصيرة وانويات وشعب وبقى دلوقتي عوضوا في تحت كتاب مصر لان استخدمت الموضوع ده جامل جدا في بيئة بروفيشنال بقى عندي دلوقتي 15 مجموعة قصصية ورواية وعنده كتب علمية سواء خيال علمي او او مش خيال علمي وعندي حوالي 300 مقال في الـ سينتيفك كومينيكيشن اللي هي سينس كومينيكيشن يعني فكل جاء نتيجة التفكير العلمي اللي انا بينمي عندك البرود رينج of cognitive learning اللي انت عندك مش حاسس بها لكن لما تطبق الكريتكال سينكين بتبتدي you can discover رابع حاجة الكي تو كارير ساكسس طبعا اي حد عايز ينجح في الكريت بتاعه مش ينجح وبس يبقى distinguished you cannot be distinguished you cannot وانا بقولها وانا بالفم المليه you cannot be distinguished as a researcher as a physician as a technician as a lawyer الا اذا كنت بتستخدم الكريتكال سينك بتنجح اي حد ينجح لكن عشان تبقى distinguished لا تبقى key factor الكريتكال سينك ليه لانك بتستخدم الطريقة تاخد قرار لو انت ليدر تاخد قرار مظبوط مش بالصدفة مبني على evidence الاخر حاجة اللي هي lifetime skill انت النهاردة شاب بكرة هتبقى كهل بكرة هتبقى شيخ بكرة هتبقى هارم بكرة هتبقى تتعامل مع الناس مختلفة lifetime كلها بتاعتك skill هيبقى في accumulation هيبقى في improvement هيبقى في ريشونال دايما هتلاقي نفسك بتتميز بالحكمة بتتميز بال لانا كلها مرتبطة good relationship والcreativity نفسك desirable للناس يعني الناس بتحب تتعلم تتعلم منك skill for lifetime skill not only context اللي انت بتتحسن جدا جدا وتبقى كويس دول الخمس حاجات enhances creativity improves relationship broad range create broad range or explore broad range of cognitive learning key to a career success lifetime skills ده طبعا كان الجزء الاول اللي هو على critical thinking المقدمة لي واتمنى يكون يعني الواضح بالنسبة لكم واستفدت ولو 10% من المحاضرة بتاع النارد ولو فيه اي سؤال تخطأ امركم لو ممكن بس يا دكتور حضرت بترفع لنا البيدي اف حاضر ان شاء الله طب الكلام كان واضح طيب لو انا اختم لو فيه اي اسئلة تبعتها لي على الخاص لو انت عاملين واتساب جروب ضفوني اليها انا قلتلك على two assignment بساط جدا كل واحد يعمل يكتب definition your own to write definition of critical thinking by your own words والحاجة التانية اختار احد definition اللي انا هبعتها الكودية وتقول لي this is the one i like more and why that's it تمام يا يوسف تمام يا دو ماشا حبيب شكرا جزيلا وابعت لل record اللي انت عملت وابعت ال pdf شكرا جزيلا بحيات وهتوصل معك عشان نحدد المخادرة الخادمة ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا مع السلام ماشا ماشا ترجمة نانسي قنقر